إحنا ابتدينا من صورة الجنة الجميلة الكاملة كل المواصفات الحلوة والجميلة لآدم وحواء وبعدين الدور الثاني أو الصورة الثانية صورة الحية التي هي أحيل جميع الحيوانات وكيف أن الشيطان استخدم الحية أو نطق من خلال الحية كلام تشكيك لحواء ماذا حدث؟ هنشوف الحوار هيتدرج من سؤال شبه بريء أحقا قال الله إلى بقى هيشكك في الله ويقول لن تموتا تعال نكمل النص لأنه رائع جدا فقالت الحية للمرأة لن تموتا الرب بيقول موتا تموت وهي الحية بتقول المرأة لن تموتا وبعدين خلطت حقيقة مع كذبة بل الله علم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر شوف الجملة دي أسيس نظار فيها شوية مغلطات خطيرة جدا هم يوم يأكلهم من الشجرة عينيهم هتنفتح ويعرفوا الخير والشر بس مش يكونوا زي الله مش زي الله شفتي بقى اللخبطة في الكلام إيا الحية عايزة تقول لهم أنتوا مش محتاجين لله أن يحط القوانين أنتوا هتبقوا الله بتاع نفسكم أنتوا من اللي هتحطوا القوانين لنفسكم أنتوا اللي هتقولوا إيه الصح وإيه الغلط أنتوا وبكده تنكر الله الخالق لأن الله الخالق لأنه خلقنا هو اللي يحط القوانين لكن لما إحنا نتمرد على الله كجنس بشري أنت تحط الصح والغلط بقى ما بقاش فيه الله وده فكر الإلحاد ده الفكر الكتاب اللي بيقول عنه أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لنصر بالتأكيد حطوا الرب على جنب فأنا أصبحت إله بالضبط وده اللي العالم بيقوله الله يقولك سيق في نفسك وإنت اللي تحط قوانين حياتك ومحدش يتصرف فيك طبعا ربنا عايز القوانين اللي هو حطان نعيش من خلالها وبعدين الثقة بالنفس والقدرة دي هتيجي من علاقتنا مع الله ونقدر نبقى ناجحين في حياتنا زي ما الله عايزنا ننجح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر